أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي أكد اليوم أن التزام الوزارة بالقيم والثوابت الدينية والأخلاقية في تطوير المناهج التعليمية في ضوء التطور التكنولوجي المتنامي وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية عند الحاجة وأشار الحربي في أول لقاء صحفي له مع ممثل وسائل الإعلام إلى وجود خطة لتطوير المناهج سيتم عرضها على العديد من الجهات ذات العلاقة ولافتا إلى أن الوزارة تعتمد على الخبرات الوطنية بالدرجة الأولى وأضاف أنه يطمح في إنجاز وثيقة وطنية للسياسة التعليمية يشارك في وضعها المجتمع لا ترتبط بأشخاص ويكون لها جانب تشريعي من قبل مجلس الأمة وقرار من مجلس الوزراء